تبارك وتعالى ومن حكم الفتنين فضف المنافقين والمندسين فهذا من حكم الله عز وجل أن الله يظهر المنافقين ويكشف حالهم يظهر نفاقهم ويكشف أمورهم بين المسلمين كحال الذين ينصرون اليهود اليوم ويعينونهم على المسلمين أو كحال الذين يدعون على المسلمين بالهلاك أو يفرحون ويشبتون بما حل بأهل غزة أو يخذنون عن نصرة الإسلام والمسلمين فيذكرون المسلمين أو بعضهم بالجراحات والخلافات والنزعات القديمة هذا هو حلم المنافقين الذين يكشفهم الله جل على ويظهر سوءاته في مثل هذه الفتن وأعلم رحمكم الله أن الله أن المسلمين قد أجمعوا على أن من أعانى الكفار على المسلمين لأي سبب من الأسباب سواء كان لأجل الطمع في الدنيا أو لأجل عداوته المسلمين أو خلافه معهم أو ما شابه ذلك لأي سبب من أسباب الدنيا فإنه لو نصر الكفار على المسلمين فهو كافر مرتد بإجمع المسلمين لو نصرهم بالقول أو المعونة أو المشورة بأي نوع من أنواع إعانى من أعانى الكفار حاوقت حربه من المسلمين بأي نوع من أنواع إعانى فهو كافر مرتد بالكتاب والسنة والإجمع قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين من يتولهم أي من ينصرهم من ينصر اليهود والنصارى ويعينهم على المسلمين فهو مثلهم فهو يهودي ونصاري وقال جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه قد بري الله جل وعلا بري ممن أعانى الكفار على المسلمين وولاهم ضد المسلمين ومثل ذلك من رضي أن يهجر المسلمون من ديارهم وأن يستحل العدو الكافر ديارهم وأن يطردهم منها من رضي بذلك وفرح به فهو كافر مرتد بإجماع المسلمين هذه أمور من النفاق والردة قد يفعله بعض الناس كالذي يظهر الشماتة بما جرى على المسلمين بغزة أو يظهروا فرحة لذلك أو يقول يطردوهم أو يقول يقضوا عليهم أو يشيروا عليهم أو يتمنى أن تنقطع المقاومة وأن ينقطع الجهاد أو أن يصف جهاد المسلمين من أهل غزة للكفار يصفوا بالإرهاب وأن هذا أمر محرم وأمر قبيح فيلودي المسلمين أن يرضوا باستحلال الكفار لديارهم لا شك أن هذه الأنواع والعيادة بالله من أنواع النفاق النفاق الظاهر بل الواجب على المسلمين في مثل هذه المحن الواجب عليه أن ينصر المسلمين وأن يعينهم بكل ما يستطيع حسب وسعه وطاقته يعينهم بالدعاء يعينهم بالكلمة يعينهم بالتنشيط يعينهم بالمال وكذلك الواجب على الدول الإسلامية أن تعينهم ولا يجد لها أن تخذلهم وأن تسلمهم قال النبي عليه الصلاة والسلام أنصر خاك ظالما أو مظلوما ومرنا بنصره ظالما بكفع الظلم ومرنا بنصره مظلوما وقال عليه الصلاة والسلام المسلم للمسلمين قال مسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أي لا يتركه بغير معونة حتى يتسلط عليه أعداء الله تبارك وتعالى فمن الخضورة بمكان أن نخلق